السلام عليكم ورحمة الله وموضوع فيديو اليوم التلفاز من أوكي 22 بوصة بمشكل الصوت موجود بشكل جيد ولكن لا توجد صورة أو موجودة صورة ولكن خافتة هي لا تظهر بالعين قدرة ما تظهر بالكاميرا إذن لو دققنا موجود صورة إذن مشكلة التلفاز الإضاءة لا توجد إضاءة إذن هذا هو لنكسيشف تابعوا أصدقائي إذن هذا هو شكل التلفاز من الداخل فهو من شركة فيستل إذن أول شيء ننتبه لها في مثل هكذا أعطال هو الأنفيرتر المسكول عن تشغيل لمبات الإضاءة إضاءة الشاشة إذن لاحظوا هذا الأسلاك التلفاز يتوفر على لمبتان وهذا هو الأنفيرتر فهو مدموجين في لوحة الباور الباور الأنفيرتر مدموجين مع بعض إذن لاحظوا هنا مكونة إلكترونية غير موجودة هنا الإيسي المدبدب وهنا إثنان من الموسفت هذو خاصين بالإنفيرتر فهموا لعملية التقطيع لهذا المحول هذا إذن في هكذا وضع هل موجود حل؟ طبعا يوجد حل سأركب هذه الكارت إنفيرتر يونيفيرسل بإثنان يشغل إثنان من اللمبات قبل تركيب الانفيرتر علينا التعرف على هذه البينات إذن موجود هنا إثنان من البينات خاصين بال التقدير هذا البينات خاص بال الإقاف والتشغيل هذا البينات خاص بالتحكم في شدة الإضاءة خف الإضاءة ورفع الإضاءة إلى آخره هنا إثنان من البينات خاصين بال الأرضي أيضا سأحدد إيقاف وتشغيل الانفيرتر من بين هذه البينات الآن التلفاز موصل بالكهرباء لقد تعرفت على البينات مسبقا هذا هو إذا فحصنا سوف نجد عليه ثلاثة فولت إذن سأطفع التلفاز من الريموت لاحظوا اختفت ثلاثة فولت إذن سأشغله من جديد إذن سأظهر ثلاثة فولت إذن هذا البينات خاص بالإيقاف والتشغيل الانفيرتر الآن سأقوم بتركيب الانفيرتر تعب بوزعها إذن نأخذ أسلاك على هذا الشكل إذن هذو الاثنان من الأسلاك هم أسلاك التغذية إذن سألحمهم مباشرة في موجب على المكتف هذا هذا إذن هذا هو الموجب إذن السلك الخاص بالساليب سأختار مكان هذا أي مكان أرضي على هذا الشكل إذن بقى للآن سلك إذن هذا هو بالضبط إذن سأقوم بتلحيمه في البين هنا في هذا البين الآن الذي قمت بتحديده الخاص بـ واحد اثنان ثلاثة إذن من الجهة الأخرى واحد اثنان ثلاثة هنا إذن على هذا الشكل بقى للآن سلك واحد وهو الخاص بالتحكم في شدة الإضاءة إذن هذا السلك الخاص بالتحكم في شدة الإضاءة سأوصله مباشرة مع الأرضي لكي أتحصل على أعلى نسبة إضاءة إذن تتساءلوا لما لم أركبه في مكانه الصحيح بحيث نتحكم في الإضاءة من الإعدادات نزود ونخفض يعني على حسب المبتغر سوف أشرح لكم شيء وسوف تفهمون إن شاء الله عندما ندخل جهد في البين الخاص بالتحكم في الإضاءة فهذا الجهد يؤثر أو يخفض الإضاءة كلما زودنا جهد الجهد تنخفض الإضاءة هذا بالنسبة لهذا الانفيرتر ويوجد أنواع العكس كلما زودنا الجهد في البين الخاص بالتحكم في شدة الإضاءة ترتفع الإضاءة هذا الانفيرتر العكس وهو عكس عكس التلفزيون وبالتالي إذا ركبنا هذا السلك في هذا المكان الخاص بالتحكم في شدة الإضاءة مكان طبيعي فإن الانفيرتر سوف تكون إضاءته معتمع مظلمان لأن الإشارة إشارة التحكم في شدة الإضاءة فهي موجبة يعني الكنترول يخرج جهد وهذا الجهد ابتداء من لنقل نصف فولت في حدود ثلاثة فولت يعني عندما ندخل للسيستم نخفض الإضاءة فهذا الجهد ينخفض نرفع الإضاءة من الإعدادات الجهد يعني يرتفع عندما نصل إلى الحد الأقصى للإضاءة يعني تكون هناك ثلاثة فولت الحد الأدنى للإضاءة يكون مثلا نصف فولت أو واحد فولت فهمتم؟ يعني لا يمكن تركيب هذا البين هذا أو هذا السلك هذا في مكان تحكم في شدة الإضاءة هنا بالتالي سأقوم بتلحيمه مع الأرض بحيث نتحصل على أعلى نسبة إضاءة أتمنى أن تصل لكم الفكرة إذا على هذا الشكل الآن انتهينا من تركيب جميع الأسلاك سأقوم الآن بتجريب سأوصي الكهرباء وتعطي الزير تشغيل موجود الآن صورة إذا كما تلاحظوا الآن صورة التلفاز طبيعية إضاءة جيدة على هذا الشكل وأيضا عندما أقوم بإدفاع التلفاز من تنطفي الإضاءة بطبيعة الحال أقوم بتشغيل إذا الوضع الآن طبيعي كل شيء تمام إذا هذا هو أصدقائي الآن نأتي لنهاية الفيديو أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم لا تنسون أصدقائي بدعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب إذا أعجبك الفيديو بطبيعة الحال إن لم يعجبك اضغط على عدم إعجاب إذا هذا هو إلى الفيديو القبل بلتحية لكم السلام موسيقى